لا تخبل المظاهرات في محافظة البصرة حتى تعود من جديد نتيجة للتسويف الحكومي لمطالب المتظاهرين التي ينادون بها منذ مدة ليست بالقصيرة مظاهرة جديدة شهدتها منطقة قرمت علي بناحية الهارثة شمال البصرة حيث قطع العشرات الطريق الرابط بين الناحية ومركز المحافظة احتجاجا على تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد المطالب هي نفسها التي انطلقت من اجلها تظاهرات واعتصامات سلمية قبل اشهر ثم عقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخلى لها احراق مقارة ومكاتب ميليشيات مسلحة لكن يبدو ان الرسالة لم تصل بعد للحكومة في بغداد التي لا تزال مشغلة باكمال توزيع حصص الكتل السياسية من الوزارات الشاغرة نوجه الرسالة اليوم العادل عبد المهدي للحكومة المقبلة التي هي مقبلة على فساد على بوغ فنحن نقلم إلى متى حكومتنا العراقية التي تتعاركون على المناصب وعلى الكتلة الأكبر والأشغر نحن الحد الآن من ذاك اليوم من الحكومات السابقة والمحافظين السابقين الحد الآن الماء نفسيته ولا شغل ولا عمل وكل شي ماكو ولا خدمات ظالم كل شي ماكو ويخطط الناشطون الذين يستخدمون هاشتاغ راجعي لكم لتصعيد احتجاجاتهم تعبيرا عن استيائهم من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم في الوقت الذي هدد فيه شيخ وعشائر باللجوء إلى مختلف الوسائل في حال استمر تهميش البصرة ويقول الناشطون إنهم ملوا من تكرار المطالبة بحقوقهم وبفرص عمل كان يفترض توفيرها منذ أشهر نحن اليوم جددنا تظاهراتنا لأنه نطالب عادل عبد المهدي بأنه يلتفت يلتفت التفات حقيقية للبصرة لأنه البصرة منكوبة وما الحكومات حالية نحن صارنا حوالي أربعة تشل إلى خمس تشل جائنا نظهر الحكومة المحلية ما قدمت شي ولا الحكومة الاتحادية الريد فعل الريد عمل الريد شغل يا جماعة ما يصر هذا الحجي يا جماعة ما يصر هذا العمل كله مخالف للقانون والشرع والديانات وعلى عكس ما يأمل البصريون ما زالت الحكومة تواجه مطالبهم تلك بمزيد من التعنت وآخرها ما كشف عنه مصدر في محكمة استئناف البصرة من أن المتهمين الثمانية الذين أحيلت قضاياهم للجنايات تم إخلاء سبيلهم بكفالة نافيا أن يكون إطلاق السراح هذا بشكل نهائي ليبقى هؤلاء بين مطرقة الاعتقال وسندان التجاهل